نذهب إلى رمالة من هناك مراسلنا فالح نصير فالح فالح كيف يتفاعل هذا الحدث حتى الساعة بين الأوساط الإسرائيلية أيضا لم تحدد أي مدة زمنية فيما يتعلق بإغلاق المعابر مبروك بداية هذا هو المعبر الوحيد الذي يشكل شريان حياة بالنسبة للفلسطينيين وتحديدا أهالي الضفة الغربية والبوابة المؤدية إلى العالم الخارجي يمر الفلسطينيون في ثلاث نقاط رئيسية عند السفر من جسر الملك حسين بداية من معبر الكرامة الفلسطيني ثم من معبر اليمبيا الإسرائيلي وصولا إلى المعبر الأردني المعروف باسم جسر الملك حسين في المعبر الإسرائيلي يتعرض الفلسطينيون لعمليات تفتيش دقيقة ومذلة ومهينة وتصل للتفتيش الجسدي وحتى خلع الملابس الجيش اليوم أغلق هذا المعبر مما حال دون سفر آلاف الفلسطينيين سواء من المغادرين وكذلك انطوى هذا الحال على القادمين الذين لم يسمح لهم بالعودة إلى الضفة الغربية إغلاق هذا المعبر شكل عائقا أمام حركة المسافرين وكذلك أمام المرضى الذين يمرون للعلاج سواء في المملكة الأردنية الهاشمية أو في دول العالم كذلك سينعكس بالسلب أيضا على حركة التجارة وعلى حركة البضائع التي تأتي من المملكة الأردنية الهاشمية وتدخل إلى الضفة الغربية أو حتى إلى قطاع غزة الجيش الإسرائيلي وفور وقوع العملية دفع بتعزيزات عسكرية وأغلق الطرقات المؤدية إلى الجسر وكذلك ضرب طوقا أمنيا على مدينة أريحة التي يمر منها الفلسطينيون للوصول إلى الجسر والسفر إلى الخارج إغلاق الجسر ربما سيعقد المشهد أمام الفلسطينيين لسيما وأنه المنفذ الوحيد إلى دول العالم لا يوجد مطار بالضفة الغربية عندما يريد الفلسطينيون السفر يتوجهون إلى هذا الجسر وإلى هذا المعبر ثم يمرون عبر المملكة الأردنية الهاشمية إلى مطار الملكة علياء الدولي ليتجهون إلى وجهاتهم صوب دول العالم هذه العملية ستزيد من القيود والإجراءات الإسرائيلية المعقدة أصلا حيث تشكل رحلة الفلسطينيين ومرورهم من هذا المعبر رحلة عذاب فالسفر لبضع كيلومترات لقطع المسافة ما بين النقاط الثلاثة الحدودية يستغرق من أربع إلى ست ساعات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر